يبقى عاد في مسألة ثانية وهي الحب الحب أهم قيمة نقدر أن نغير فيها نفوس الأطفال ولذلك الطفل مهما كثرت أخطاء بالحب أقدر أنا أغير كل السلوكيات اللي هو يرتكبها وبالمناسبة ترى كثير من السلوكيات الخاطئة احنا غيرناها بالحب بالحب لأنه شوفه الطفل يتفنن في لفة النظر يتفنن تشوفونه يقفز تشوفونه يكسر أحيانا يضرب أخوه أحيانا يسوي حركات بعيونه مثلا يغمز شدي بعيونه وايد أو يحك جسمه أو داما يحك راسه أو يقعد مثلا يشتم يشتم يعني نطلع الجمعية ولا في السوق يبتي يشتم ليش؟ ليش؟ أحيانا يفسخ ملابسه ليش؟ لفت نظر ولذلك احنا عندنا قانون يقول أنا مزعج إذن أنا موجود وهذا قانون مهم أن الطفل لما يكون مزعج كأنك عايب وصل لنا رسالة ترى أنا موجود هذه مفاهيم تربوية يعني لازم احنا حقيقة نستوعبها صح؟ ونفهمها علشان نقدر نتعامل معاها بطريقة جيدة